على مدار سنوات طويلة تحرك زعماء مصر للدفاع عن القضية الفلسطينية بالشتى الوسائل بعد ان وضعوها على قائمة اهتماماتهم حيث تم التعامل معهم كجزء من الامن المصري وليست فقط مجرد قضية اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية لم يكن بالجديد فتاريخ نضال مصر الى الجنب الفلسطيني بدأ منذ ما قد ثورة يوليو من عام 1952 بمشاركتها في حرب 1948 والتي تعد نتائجها احد اسباب قيام الثورة وعندما تولى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قيادة مصر وضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماته وفي عام 1964 اقترحت مصر انشاء منظمة التحرير الفلسطينية بهذا في توحيد الصف الفلسطيني وشاركت مصر في القمة العربية الثانية التي اعتمدت قرارا منظمة بانشاء جيش للتحرير الفلسطيني كما اشرف عبد الناصر في عام 1969 على توقيع اتفاقية القاهرة تدعيما للثورة الفلسطينية مستمرا في دفاعي عن القضية حتى وفاته وفي عام 1970 وعندما تولى الرئيس انور السادات الحكم بذل ايضا جهودا عديدة بشأن القضية الفلسطينية فكان اول من اقترح فكرة اقامة حكومة فلسطينية معقتة عندما دعت رئيسة وزراء اسرائيل جلد مئير بعدم وجود شعب فلسطيني وخلال مؤتمر القمة العربي الذي عقد في عام 1973 في الجزائر ساعدت مصر منظمة التحرير في الحصول على اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثلة الشرعي للشعب الفلسطيني الجمعات العامة للامم المتحدة اصدرت قرارا في اكتوبر من عام 1975 بدعوات منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الاوسط بناء على طلب تقدمت به مصر وبداية من الثمانينيات استمرت مصر في النهج نفسه وطرحت عام 1989 خطة للسلام تضمنت حل القضية الفلسطينية تبقى لقرار مجلس الامنة ومبدأ الارض مقابل السلام ووقف الاستيطان الاسرائيلية ولم تغب مصر عن توقيع اتفاق اوصل خاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي عام 1992 اعطاء مصر استمر حتى تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام رئاسة مصر ومع اطلق السيسي مبادرته لتوحيد الصف الفلسطيني وحثه طرف الاسرائيلي على الدخول في مفاوضات لإيجاد حل سلمي للازمة تحركت الدولة المصرية على كافة المستويات لتوحيد الصف الفلسطيني وانهاء الانقسام الداخلي وتشجيع الاطراف المتنازعة على ابرام مصالحة شاملة وتوحيد جهود الحركة الوطنية حيث شادت القاهرة ابرام المصالحة الوطنية الفلسطينية وتحديد آليات تنفيذها بالطبع كان الانهماك مصر في ملف القضية الفلسطينية تابعاته على الاقتصاد المصري الذي تدهر بشدة في الفترة التي تلت حرب سمانية واربعين لكن هذا لم يقف عائقا امام اسرار مصر على التمسك بالقضية والاسرار على تبنيها ومساندتها فالمواطن المصري بقلبه وعقله ورزقه وقوت يومه مع فلسطين ولن يتخلى عنها